كل سنة وانت طيب يا خطيب في كل لحظة في كل مرة والله بدون مبالغة في كل مرة بيجي اسم محمود الخطيب على لساني بحس كده بحالة سعادة يعني لا إرادية الحقيقة الخطيب اللي بقى مش بس بالنسبة يعني للأهلوية هو الرمز هو الأسطورة هو معشو الجماهيل لكن اعتقد انه مفيش خلاف انه واحد من أهم رموز الكرة المصرية والرياضة المصرية على مدار تاريخها كله حقيقة مشوار طويل جدا من الصعب انك انت تلاقي على إجابة ليه لعيب عتزل وابتعد عن المستطيل الأخضر من أكتر من 30 سنة وما زالت النهاردة أجيال ما شافتهش أساسا أنه هو بيلعب ما زال هو المعشوق الأول لجماهير القلعة الحمراء هل القصة قصة موهبة بس؟ يعني طبعا سبحان الله يعني ربنا لما بيحب حد من عباده بيحب فيه خلق وبيحب فيه الناس وهو فيه كارزمة طاغية فيه يعني مجرد ما تبص لملامح وشه تحس انك انت مرتاح هل القصة قصة موهبة؟ قصة مهارة؟ قصة بطولة؟ قصة تقلق؟ ده جزء من الإجابة على السؤال بالتأكيد طبعا أنا شخصيا عارف انه تاريخ مصر في الكرة فيها أساطير كتير جدا لكن اللي أنا شفته اللي أنا عيشته اللي أنا عصرته الخطيب هو الموهبة الفذة التي لم تتكرر مع كل الاحترام طبعا لموهب الكرة المصرية والكرة المصرية دايما ولادة لكن الخطيب بالنسبة لي في حتة تانية خالص وكننا منسأل على طول قبل الهواء ماذا لو كان محمود الخطيب بيلعب كرة في وقتنا الحاضر يعني لو الموهبة دي كانت موجودة في الملاعب دلوقتي بمعطيات دلوقتي بملاعب وأرضيات دلوقتي بكورة دلوقتي بأسليب التدريب والاستشفى بتاعت دلوقتي كان شكل الموهبة ممكن يكون عامل ازاي؟ كما بشوف اللوقتات بمرجع الأرشيف بشوف يعني جزء من لمحات العبقالية الكابتن محمود الخطيب في الملاعب وشوف حالة الملاعب التي تتعاملة ازاي وشكل الكرة اللي كانوا بيلعبوا بيها يعني الجيل دا الحقيقة تظلم الجيل دا تظلم لكن في النهاية تبقى قصة محمود الخطيب في الملعب جزء صغير جدا من أصل الحكاية المشوار الطويل والنجاحات الكثيرة اللي اتكررت وصولا طبعا انه يكون رئيس النادي الاهلي جزء كبير جدا من تاريخ محمود الخطيب لكن انا بشوف واخدوا بالكم دايما لانه قمة النجاح انك توصل لقمة النجاح والشهرة والنجومية قمة النجاح والشهرة والنجومية في ناس كتير جدا المعايير عندها بتختل الايجو الانا بتتضخم ما بيشوفش حد غير نفسه ورغم كده في كل مرحلة نجاح وفي كل مرحلة شهرة ونجومية ده ما زادش الخطيب الا تواضع اخلاقه رقيه احترامه لنفسه واحترامه لغير زود بشكل كبير جدا وكم من نجوم وكم من مواهب الناس النهاردة ما تفتكرش عنها حاجة ومش عايزة تسمع صوتها ولا تشوف صورتها ولا تسمع عنها اي حاجة لكن الحقيقة الخطيب ايه ده مثل ازاي تكون نجل وقدوة ومسأل اعلى اجيال تبصلك يمكن تكون ما شافتكش وما تمتعتش بيك جو الملعب لكن ما زالت النهاردة بتبصلك على انك انت الرمز والقدوة والأسطورة النهاردة السادسة بتحتفل بعيد ميلاد أسطورة الكرة المصرية ونجم النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي الحالي كابتن محمود الخطيب كل سنة وانت طيب من حقك تفرح تفرح بالبطولة تفرح بانك كسبت الزمالك تفرح بانك انت حق تلقب جديد جدارة وحاز على ثقة الجمهور تفرح بنجوم اللي تقلق وبشكل فوق العادة طبعا طهر اللقطة بتاع الطهر في الأسستر بتاع كاريم فؤاد مكسرة دانية على السوشيال ميديا لكن خليني أقول الحقيقة يمكن وانا بشوف الردود الأفعال يعني بتاعت جماهير النادي الاهلي على الفوص ماتش السوبر لفت نظري حاجة وحبيت أتكلم فيها القصة مش قصة عتاب وانا بيتهالي فيه بيننا من مساحة الود يعني الكتير يعني اللي تخليها نتكلم عشان اللي جاي مش عتاب على اللي فات بقدم هو منهج عمل حاجة توضح ليكم احنا بنعمل ايه في أوقات ممكن تكون بتمر علينا فترات صعبة جدا مش عايزة أقول أزمات لأن الأهلي عمره ممر بأزمة ممكن تبقى كبوة وبنرجع بسرعة الأهلي قادر دايما يرجع بسرعة لكن في لحظة من اللحظات كان فيه جزء من الجماهير النادي الأهلي وانا كنت متفاهم تماما فكرة وجه التنظر من هم مش راضين عن مستوى الأداء ومش راضين الأهلي يطلع في موسم بدون التتويج ببطولة واحدة على الأقل لكن وانت بتعبر عن حالة الغضب دي خد بالك لأنك في أوقات كتير جدا بتبقى بتكسر يعني سهل جدا انك انت تكسر الصعب انك تصلح سهل جدا انك انت تهدم الصعب انك انت تبني عشان كده وانا بشوف احتفالاتكم وإشادتكم بكل الأسماء مش هقول أسماء طبعا لكن انت يعني تقريبا كل الناس اللي شاركت في المباراة جماهير النادي الأهلي اديتها حقها مفيش حد ما خدش حق وكلهم زي ما اتفقنا كانوا نجوم فوق العادة منهم أسماء جزء مش هقول كل جزء من جماهير النادي الأهلي مراعتش مراعتش حاجات كتيرة جدا مراعتش انه الولاد دول النجوم دول حققوا بطولات محققاش اي جيل تاني في الكرة المصرية مراعتش ان الولاد دول كانوا بقالهم ثلاث سنين مخدوش أجازة ما شموش نفسهم ما شفوش أهلهم ما شفوش أصحابهم تحملوا من الضغوط النفسية والبدنية ملا لبشر طاقة بي فمحطناش ضف الاعتبار وكنا يعني بنشد عليهم زيادة عن اللزوم في وقت احنا كنا بنحاول نحافظ على فريقنا ونحاول نلم ورقنا ونرتب حساباتنا عشان نقف تاني ونرجع أقوى من الأول لو النجوم دي كانت تكسرت ما كانتش النتيجة اللي احنا وصلنا لها في مباراة السوبر دي حصلت السنة دي عشان كده بقولك دايما رعي ده وده واحد من بنبقى على فكرة احنا عندنا مشاعر زي كل الجماهير وبنغضب وبنزعل من اللاعبين وكل حاجة فس احنا على قناة الاهلي على شاشة الاهلي فيه مسئولية فيه اهداف لابد ان احنا نحققها فيه شغل لابد ان احنا نعمله عشان نقدر ندعم فرقتنا ومفترض طبعا ان الجمهور فاهم ان احنا بنعمل ده في وقت الصعب ما طبيعي جدا انك تدعم فرقتك وهي كسبانة وهي متوجة وهي بتحقق ألقاب وهي بتحقق بطولات اللي مش طبيعي انك انت تيجي وتبيع او تيجي وتكسر في وقت ما يكون فيه كبوة او يكون فيه سقطة من السقطات فبالتالي احنا واجبنا في الوقت ده ان احنا نلمي الدنيا ونقف مع الجمهور النادي الاهلي عشان نرجع دايما احسن من الاول حط النقطة دي دايما في اعتبارك وانت بتتبعنا وان شاء الله بإذن الله المسم ده ما يكونش فيه لا كبوات ولا عثرات وان شاء الله يكون المسم يعني فيه كل البطولات والالقاب سريعا جدا اخبارنا ميستر كولر بيحضر طبعا مع دكتور احمد ابو عبل رئيس الجهاز الطبي في قصة طبعا عبد المنعم اللي عنده لعب المباراة وعنده كسرة في الانف فمفترض انه هيعمل عملية وبيتم التنسيق بين الجهاز الطبي والجهاز الفني ازاي عبد المنعم هيرجع مرة تانية ويدخل فيه انا توقع مطش الداخلية يبقى فيه تغييرات على طريقة اللعبة ومش على طريقة اللعبة على التشكيل اكتر ممكن فيه ميستر كولر يبتدي يدخل عناصر تانية ما شوفناهش المطشاط اللي ابتدناها من بداية الموسم من اخبارنا كمان النهاردة طبعا منتخب مصر الاوليمبي النهاردة هيلعب مع اسواتيني المباراة تبتدي مباراة العودة المباراة الزهاب كانت انتهت في اسواتيني بنتيجة 0-0 نتيجة المباراة دي تحدد على اساسها تأهل مصر للدول الاخير من التصفيات المؤهلة لامم افريقيا اللي هتأهلنا ان شاء الله لدورة العلعاب الاوليمبية فكل التوفيق لمنتخبنا النهاردة بقيادة روجيرو ميكالي نروح لاتحاد الكورة تحد الكورة قرر انه ان شاء الله او ربطة الاندية تحديدا قررت ان يوم 19 نوفمبر ان شاء الله اللي جاي هيكون معاد لبدء الدور التمهيدي لكاسر ربطة في تاني نسخة لها طبعا نسخة الاولى كانت بيها فيوتشر السنة اللي فاتت بعد يفز على المحلة بنتيجة خمس هداف مقابل هدف واحد ومفترض انه الدور التمهيدي يبتدي يوم 19 يعني في نفس التوقيت اللي هيبدأ فيه تقريبا كاسر العلم او بعد بداية كاسر العلم بيوم وبعدها بحوالي اسبوع هيكون يعني استكمالا لبقية المباريات الخاصة بالبطولة اخد بالك السوبر اللي احنا لعبنا من يومين ده ده السوبر بتاع الموسم قبل الماضي الكاس بتاع الموسم الماضي لسه لم يكتمل احنا مش عارف هنفضل ماشيين امتا كل كاس او يعني كل بطولة بتتلعب في الموسم اللي بعده لازم يبقى لها عدلة لانه كاسر الجديد او السوبر الجديد المفترض انه تم الاعلام مبدئين وهتلعب في مارس ولم يتحدد حتى اللحظة طبعا بطل الكاسة انه البطولة لم تكتمل هيتلعب طبعا الموسم ده لكن لم تحدد موعده فانت عندك توقف من اثنين او من ثلاثة نوفمبر لتمنتاشر نوفمبر بعدها هترجع تلعب على كاس الرابطة وبعدها طبعا تستقنف مطشط الدوري وبعد كده هتلعب هتستكمل بطولة الكاس وبعد كده الفرق الافريقية تلعب في البطولة البطولات افريقية سواء كونفدرالية او تشامبينز ليج وبالتأكيد الموسم لان ينتهي في تلاتين ستة كما اعلنت رابط الاندي خلينا نروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية في السادسة نهاردة في السادسة معنا انترفيو كان مفترض يعني ضفنا يكون على الهواء معنا لكن طبعا لظروفه وانشغاله سجلنا معاه لقاء اتكلمنا فيه على واحد من اهم المنتخبات وبمناسبة المنتخب ده مش بس هيكون واحد من المنتخبات المرشحة فيه بطولة كاس العالم لانها تروح لبعيد وبيضم طبعا كوكبة كبيرة جدا من النجوم لكن كمان هيجمعنا بيه مباراة والدي ان شاء الله خلال شهر روفمبر وهو منتخب بلجيكا فضيافتنا الحقيقة هيكون معانا دلوقتي مارك فليمنتس ده مدرب منتخب او صانع الحقيقة صانع منتخب بلجيكا اللي بقى واحد من المنتخبات الكبيرة جدا كان مدرب منتخب بلجيكا طبعا ودرب شالكا في ألمانيا ودرب بردو في فرنسا كلمنا معاه على فرص المنتخب البلجيكي في كاس العالم توقعاته لمشاركة المنتخبات العربية اهم من نجوم وفرص تقلقهم طبعا مع المنتخب البلجيكي في منذ 2022 تعالوا نتابع اللقاء وقبل ما نتابع اللقاء لازم اشكر زميل عزيز احمد شهاب طبعا اللي تعب جدا لغات لما توصل ونجح في اقناع مارك فليمنتس بالظهور معنا وبشكر كمان المترجم إبراهيم مسعود نتابع الحوار ونرجع لحضراتكم ألعرف على تلك نزيلف على نحن العمر مع الأشخاص المترجم معنا كما نعرف على من طبعا بل سرقنا نتابع تشكرا هنطلة تضيق من نجزق حين مقر Discovery متر من طبعا المترجم من طبعا كانت تجنة سورك دائم من طبعا عن طبعا من طبعا لا تضيق بلغة لغترق لك كمان حين مقرد طبعا خالد مقرد في النهاية في مقاملة الأيام نحن من الاحالتالي في العامل نسمي مضائيلا عندما تلك يتم استخدامات دومياً بيت collecting منها آخرين في المنزل و في الكثير من المنزل ويمكنة هذه أخرى ومكانت توجه مخالصاً لذلك لم يكن من نخلقها لا يقولون أنهم مفيدات في الأن الآن أنا أخبرنا بشكل من أحساب كذلك فل difلك إنك دائم القضاء تق leaving قد فتري واحدة يمكنك أن يكون لديك رغم في 2018 عندما كانت كل مقاعدة جدا لأنه كانت القدر في مدفع ويساعدت في مدفع في 2016 وحضرنا كل مجمع مثل المثالي المساعدة كانت في المدفع في المدفع وكذلك نحن نحن في المدفع وكذلك يمعون في مدفع يمعون في مدفع 34-35 عام ويقعون نحن كذلك ويقعون الكثير منه لقد قد يكون قد تريد أن تتعلم بسعارة طوالة في هل يغير حقاً حقاً سيزته لنسبة لذلك كيف ستكونون فورة المعارضة؟ ومع ستكونوني بعض الأعضار؟ كيف ستكونون المعارضة؟ كيف ستكونون الناسة من الأشخاص من الناسة في حالة حتى الآن؟ كيف ستكونون للحصول إلى حالة؟ تكونون مرة أسانية جدًا بلقد أن نفسك ذلك ولكن أمور هذه المعارضة ستكون هناك عبر الطاقة ومع ذلك ستكونوني ومن ثم أغرق للمشابة والكريئة في الأمور الأخرى لنسبة للمشابة للمشابة البلجية والمشابة فيها ولكن أردتني لذلك الوصول المدينة بمعنى المدينة كيما كانت لأسفاق وحسنة وهي كان كما يقولون هذا ولكنهم مريطا بكو من أقل شخصاً وزراء خلال أفضل ميت أو افضل من ميت أجل لقد كانت قد أفضل ميت أفضل إذا كانت أفضل ميت سألت نفسك وليس كيف يترجم هذا المتعب أعتقد تحديدا في الوصول العنوية لا أردت لا ترد الميت أردت بلجيك وكرواتي على اقلقال على الاستعبارات للميزا لن تترجم معم مع المارك في حالة القطار لتقل على جميع التعب أولا أردت لهم لأن سنوان بإمكانه خارج على العادة من حلوق تتقصر على الغحية سنواني سنواني لست نقرية تقصره بقليل يلة لك في المترجم الأولى والمدرسان هو في المخلوق الجائع يعمل على ما بالتقصر به سنواني على التقصر على زماني أعريكي سنواني لكي أدريك أدريك كذلك؟ نعم برسي لأرجم الأسبوع وبعليك للجميع هيتم جميع قليلا عصبية البلدان. جميع قليلا عقارة هذا جميع قليلا c'est أفضل قليلا كليلا على ذلك قليلا على قليلا على الساعة بعدين حينيشوس وردري تكمل عليكم لكيفا ريشن سيديون أكثر على ربيع كزيميرا معه لديهم فإنه لديهم آخر مفترة يوجد موضوع مقارنة كثيراً، أيضاًه، سيارة أيضاً كثيراً. فهو من تخطير يشاركي جداً، كما سترى في مرات حالياً، كما ترى على مراته في الوصول إلى الجميل، سيكون لديهم في الأفضل ، فهو محبوب كثيراً مثل كل جداً. على جديد للعجم إرانيين ، يجب أنهم يكونون جداً من وزيارة، مع كلاً، مع الأولى، من الهاتف الأسراع. لذا فهو سيعطونا قبل أنها وقبل أنها أفضل أيضاً. مجموعة لها المعرفة التي يجب أن تكون في المعرفة، لكنها تكون مع بعض المعرفة في الوقت، لذلك هو مجموعة للغاية التي يمكن أن أجل من أجل من المساعدة من أحيانا كيف سيكون في العامل. من تلك الرئيسية، سيتم المجرد من التغيير. أنا جزءًا في التغيير ويقف، أعتقد أن يكون هناك مشاعر حب بينك وبين أي حد قريب منك أي حد في الدائرة حولك أهلك صحابك زميلك جيرانك ولادك طول ما في مشاعر متبادلة وفي مواقف كتير جدا بتجمعكم لكن الصعب الحقيقة أنه يبقى في مشاعر حب جارفة بتربطك بشخص أنت ما قابلتوش وما عرفتوش يمكن تكون حياتك كلها عدت وأنت ما تكلمتش معاه مرة واحدة والأصعب لما تكون المشاعر دي مشاعر جارفة حتصل إلى حالة العشق موجودة عند ملايين والأصعب والأصعب أنها تكون مستمرة لسنين طويلة حتى وأنت بعيد عن الملاعب دي يمكن تلخص وأنا بفتكر الحقيقة يعني وأنا بتكلم على اسم كابتن محمود الخطيب بفتكر وإحنا في السادسة هنا لما كنا وطبعا جمهور السادسة اللي بيتابع البرنامج عارف أن احنا في فترة من فترات عملنا سلسلة كده جمعنا فيها وقدمنا فيها كل الحريفة اللي جم في تاريخ النادي الأهلي أو يعني المتوفر لهم يعني مواد في المية نقدر نعرف في الأجيال الجديدة من عشاء وجمهين نادي الأهلي مين هم الحريفة اللبس وتيشرت النادي الأهلي وكانت أول حلقة كابتن محمود الخطيب وأعدتنا الحقيقة محتار إيه ممكن يكون نوع الكلام اللي يوصف موهبة بحجم وبقيمة كابتن محمود الخطيب تحتار شيء في منتهى الصعوبة والأهم من ده أنه قصة الخطيب ما كانتش بس جوه الملعب لكن استمرت الحقيقة على مدار مشوار طويل جدا ارتبط فيه اسم محمود الخطيب بالنادي الأهلي بعلمات وبصمات وبنجحات كتيرة جدا مازال مثال يحتذى به مازال قدوة مازال مثل أعلى مازال أسطورة مش بس الأهلوية ولكن لكل جماهير الكرة المصرية صعب أن فيه اتنين يختلفوا على اسم وعلى مكانة كابتن محمود الخطيب مرة تانية بقوله كل سنة وانت طيب يا بيبو ويا رب سنة تكون حلوة أحلى من كل اللي فات سمحوا لي أرحب بضيوفي في السادسة النهاردة وأنا همتعكم الحقيقة في الجزء الأول من الحوار هنتكلم طبعا عن السوبر و هنتكلم على كولر و هنتكلم عن جميل أهلي بس أنا الحقيقة مبتدين حوارنا بحالة متعة كده تبلوهات فنية راقية ورائعة لكابتن محمود الخطيب في الملاعب أرحب بس بضيوفي الأول نقادنا الرياضيين الكبار الحقيقة أستاذ جمال الزهيري بشرفنا النهاردة في السادسة أهلا بيك سأخير يا أستاذ جمال وطبعا ناخد رياضي الأستاذ عصام شالتوت مشرفنا أستاذ عصام وأهلا وسهلا بيكم أهلا بيك أستاذ أول حاجة أقولتها لديوفي أول ما قاعدوا قدامي في الستوديو أنتوا شفتوا وتابعتوا الخطيب من البدايات قالوا لي آه طبعا فأنا هبتدي معاكم القصة و هبتدي معهم القصة من بدايات لو تقدروا ترجعونا لأننا يمكن يعني ما حضرتش كابتن محمود الخطيب في بداية مشواره وتسمحوا لي كمان أقول للناس أنه النهاردة لأنه القيمة تعرف مش بس داخل الحدود لكن خارجها أيضا النهاردة الكاف اتحاد الأفريقي على الأكاونت بتاعه على تويتر رسالة تهنئة لأسطورة كرة القدم الأفريقية كابتن محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده زي ما انتوا شايفين كده كل سنة وانت طيب لأسطورة كرة القدم الأفريقية محمود الخطيب وكمان مارسل كولر على الأكاونت بتاعه على الإنستجرام النهاردة بعد برسالة تهنئة لكابتن محمود الخطيب هننا فيها بعيد ميلاده وتمناله طبعا دوام الصحة والسعادة وأن يكون دايما أو يظل دايما الأسطورة الملهمة مدرب نديك الحبيب ده كان الأكاونت بتاع مارسل كولر قل السلام طيب يا بيب ومرة تانية أستاذ جمال أستاذ رصام أبتدي معاكم القصة من إيه نص منتصف السبعينيات تقريبا بداية ظهور اسم محمود الخطيب في الملعب إزاي كانت بداية القصة يعني أنتم طبعا عصرتوها وعشتوها فممكن تنقللنا الصورة كده بالتأكيد أولا لازم نأكد على حاجة مهمة جدا أنه بقاء الكابتن محمود الخطيب بهذه النجومية وهذا الحب اللي أنت تكلمت عنه على مستوى مش بقى مصر فقط طبعا على مستوى مصر وعلى مستوى الدول العربية وعلى مستوى كل من كان يتابع ويرصد كرة القدم المصرية والكرة في النادي الأهلي خلال هذه السنوات الطويلة كابتن محمود الخطيب أحد أكبر الرموز الكراوية اللي موجودة على مدار تاريخ الكرة في النادي الأهلي بداياته بعد ما انتقل من نادي النصر والمرحلة اللي تعتبر تجهيزية في نادي النصر اللي هو قريب من مسكانه يعني أول ما انتقل كان منتقل ومتواهج جدا لدرجة أنه هو يعني استأثر بحب نقدر نقول الجميع بمجرد أن هم شافوا لمساته الكراوية أهدافه مهاراته الخاصة اللي كان يفاجئ بيها كل من يشاهده خلت الناس كلها متعلقة يعني كل حد بيحب كرة قدم على طول بقى بالنسبة له كرة القدم يعني محمود الخطيب طبعا بنقوله هو أولا كل سنة هو طيب إن شاء الله تبقى سنة جديدة سعيدة عليه وعلى أسرته صحة والسعادة طبعا والحقيقة برضو إنه هو بالإضافة للمهارة والتاريخ اللي هو حفر لنفسه في الكرة المصرية والعربية والأفريقية الأخلاقيات يا كابتر أحمد طبعا مهمة جدا لأنه إنت لما تفتكر مسيرة الكابتر محمود الخطيب يا أزداد السام ما تلاقيش عنده مشاكل مع حد صحيح خالص إطلاقا لا مع لاعب ولا مع مدرب ولا مع مدير كرة ما تكلمنيش عن الأخلاق وعلى التربية خلينا شوف أفعالك وتصرفاتك بالضبط كده بقول في فرق كبير جدا بين الشهرة وبين النجومية طبعا السهل قوي أنك تبقى مفهول وسهل جدا وفي ناس بقى للأسف في عصر السوشيال ميديا يعني بتبقى مشهورة نتيجة أفعال أو أقوال أو مواقف في منتهى السوق ما تنساش برضو كمان نقطة مهمة بين النجومية وبين الشهرة اللي أنت أشرت إليه أنه ظهور الكابتر محمود الخطيب ما كانش فيه سوشيال ميديا يعني تخيل أنت بقى لو هو موجود في هذا العصر أنت فهم قصدي لسه بقول لأستاذ جمال وأستاذ عصام يعني لو موهبة الخطيب دي النهاردة موجودة في الملاعب أستاذ عصام في الملاعب بقى الجيل الرابع أو جيل الخامس من ملاعب كورت القدم تكنولوجيا كورت القدم اللي اتغيرت مية وتمانين درجة السوشيال ميديا الأساليب التدريب والاستشفى والعلاج الترويج الأعلامي كان يبقى أهم محمود الخطيب يعني يكفي أن الناس يعني ربنا يدي له الصحة 68 سنة منهم 60 سنة يذوب وأشقن في النادي الأهلي الأهم أنه بدون أي تفكير لا من رموز إعلام ولا حتى من أي حد تجد البشر يتفق أنه اسمه محبوب الخطيب يا سبحان الله لدرجة بعد الزملاء يمكن كتبوا ماذا بينك وبين ربك يا بيبو في بعض المواقف اللي بيبقى كل حدود الصبر فقط المسألة حتى هو لعب إصابات الخطيب لعب بكورتزون ربما ربما يكون هو ما جعله حالاته الصحية تبقى عاملة عاملة زي الخطورة طوال عمره هو ربنا يدي له الصح ولم يخرج يوما للإعلام وإحنا كنا قريبين جدا يعني في النادي وفي شغلنا لم يخرج بقى عشان يجلب تعاطف وكان كل ده بيتعامل سيكرة وبنهرافه بالصدفة يعني سبحان الله لا لا يعني يعني أهداف الخطيب لما تحب تفرج على كرة مهما تشوفها انت عارف المسرحيات أو الأفلام الكلاسيكس بتاع الزمان الفيلم يتعاد مرة واتنين تده تعطي تتفرج وتعطي تضحك مرة تانية لأنه لا تجد هناك فارق بينها وبين أي روايات يعني حالية دي حاجة الحاجة التانية الخطيب ربما متفردا ربما متفردا كان يمتلك هذه المهارة اللي سبحانك يا رب بتبقى دايما عند الأقل بناء جسد يعني الخطيب جمع مهارة اللي بيقولوا عليهم اللعيبة اللي بتبقى زي ميسي وكذا في ويل بيلد لكنهم ما استخسرش الويل بيلد ده في بلاده وانا دي النادي الآلي وكم لعبة مصابا بالحقن زي ما كنا بنقرأ واحنا شباب وبعدين عشرناها واحنا طلبة بالحقن وكذا دون مجال بعواطف لنفسه بيها الأهم من كل ده انه رغم ان ما فيه سوشيال ميديا هناك فريق ظل ينتظر ثلاثة شهور حتى يفوز بعقد الخطيب اسمه جلاد باخ الألماني من درجة ان السيد ديكوتي رحمة الله وهذا الرجل اللي طور اداء الخطيب والكرة في مصر عموما لما جيه بقى التمرين كل يوم بعد ما كان ثلاث مرات في الاسبوع واخد بالك لا اضطر يلبسه فانيلا رقم تمانية بتاعت الكابتن صفوة الله ارحمه وده صفوة رقم عشرة اولا عشان ما كانش بعد ما سمع انه عايزينه حاجتين هو مش عايزهم يركزوا معاه عشان ما يلحوش اوه في الطلب ثانيا عشان يستطيع الاستفادة من لعبه كان عايز يبين انه ماسك فريق كبير لان ناندور ديكوتي اللي من لا يعرف كان اتعمله في عهد بوشكش مركز عشان يلعب اسمه ساعد الهجوم المتأخر فكان مدرب عبقاري ومعروف في اوروبا ونجم الكرة بالزبط وبالتالي عاش الخطيب دون ان يطلب مردود هذا الحب على عشق انا للسؤال الاهم واذا كنت بقول فكرة القدوة والمثل الاعلى ويمكن دي حاجة مهمة جدا الاجيال اللي طلع كمان تشوفها لانه في كتير من المعير والقيم اختلت في كتير من السوابت اتهزت للأسف جدا جدا ونحن متكلم عن القدوة والمثل الاعلى انا كنت الحقيقة يعني في بدات الحالة بقول ازاي ازاي حد بيتمتع بحب الملايين بالشكل ده علاقة حب مازالت مستمرة رغم انه بطل كرة من اكتر من 30 سنة ازاي حد حقق ان جاء حدي كلها كلاعب وثم كاداري وصورا لانه بقى رئيس النادي الاهلي والايجو عنده احنا بتشوف العيب بياخد بطولة بيحس انه يعني بيحس انه بقى اعظم عظيم او بيحس انه بيكلم الناس من حتة تانية او انه مسؤول عمل انجاز بتحس انه في حالة من حالات ازاي قدر يحافظ على هو اعتمد على حاجتين ان ربنا سبحانه وتعالى واضح ان الراجل اسرته ربته على كده لا يوضيع عجرة من احسن عمل ببساطة شديدة والحاجة التانية احتفظ بصورة اعتبرها نعمة هي هذا الاقبال الجماهيري وهذا العشق الذي تشكل حوله ده اعتقد الجنحين اللي طار بيهم يعني الاسطورة محمود الخطيب لانه ده ما بيحصلش كتير اوي زي ما انت قلت فين وفين لما بيعيش لعب في وجدان الناس يا اخي فيه ولد بتتولد يبقى عنده عشر سنين يقول بيبو لا شافه ولا حتى لاقي شريط زي ما انت بتقدر تلاقي مثلا الا قليلا لكنه نقلا عن نقلا عن نقلا عن نقلا عن وبالتالي دي حاجات لما انت تعرف قد ايه مرضوض التربية ثم انت بعلقتك بتربيتك وايضا ب علقتك بربك سيبك من المظاهر فورا هتلاقي نفسك اما ان ترى ان النعمة يجب ان تحافظ عليها دائما وإلا هتبقى زيك زي غيرك مهما كانت حجم الموهبة وحجم ما يعطيك الله من رزق وحاجات كتيرة قوي وكم من اسماء هتبقى زيك زي غيرك والعالمية بلاش البقارية والمحلية ما اكثر ما زهبوا بلا عودة مش عاوزين برضو ننسى حاجة مهمة جدا ان الكابتن الخطيب وجيله نشأوا في عصر او في مرحلة الكورة اه كانت لها وضعية مميزة وكل حاجة لكن ما كانتش بتدي صاحبها ما يحصل عليه اللعيبة الان يعني ما كانش المسألة بالنسبة لهم مسألة فلوس لا الحكاية بالنسبة له انه هو بيعشق اللعبة بيعشق النادي اسمها اللي بقى في مدخلة فماذا يصف الخطيب الموقف لما يسأل ممكن من حوالي عشرين سنة واكتر في برنامج مهم يعني دون ذكر اسمها ومعلامي عظيم رحمة الله يقول له ده هو اللي بيقوله زي جمال فكر يقول له لا ما هو اللي كنا احنا بناكل منه او لو حد دينا عشر اتناشر جنيه او ركبنا عربية مع واحد صاحبنا عرفنا عشا لعيبة كرة هذه كانت نعمة لم يعطيها الله لأهل شبه هو عشان كده ده سبب مهم جدا من أسباب البقاء في أزهان الجماهير يعني نهاردة كل الجمهور بيتذكر له لكابتن الخطيب انه ايه المعاني اللي كان بيقدمها هو والأجيال القديمة للناس كرة النهاردة انت لما تلاقي واحد ربنا اداله ممكن بياخد مقدم العقد ويقعد زمان لا زمان القصة كانت انه هو بيعشق النادي اللي هو بيلبس فانيلته وثانيا هو عاوز يعني يوصل لقلوب الناس المسألة كانت الارتباط بين الكرة والناس كانت مهمة جدا المشاعر والانتماء غالب على فكرة المصلحة هو ده سبب التقاء يعني لما تيجي برضو هتقارنها نقارنها مقارنة سريعة مع الفنانين بتوع زمان اللي هم بقيين برضو لغاية النهاردة اللي هو من جين الخطيب وقبل الخطيب الناس الأقدم كمان ليه بقيين لغاية النهاردة ليه لما بتتفرج على فيلم أو بتتفرج على موات شكورة نعم أنت بتشوف مدى التعلق الناس مدى البقاء النجومية برضو من ضمن الحاجات مش أن أنت تلمع ثم تطفق بعد ست شهور أنك تستمر كيف تستمر النجومية شيء أنا كنت بقول ده في حالة فاصل شيء تالي على القمبة والتصرف وسطا لمعايير النجومية الحقيقية مهم برضو صحيح وفي نقطة كمان أنه الشخص اللي وصل لمرحلة النجومية وبقى المجتمع بتاعه كله بيبصله على أنه في مكانة يعني متفردة رمز يعني للناس يقدر تماما يقدر تماما دي حاجة بتماس كابتن خطيب جدا يقدر تماما حجم المسئولية الملقاة ما هو ده بقى ليه اللي بتترجم حجم النجومية والمكانة اللي وصل لها إلا ما كانتش عاشر ليه لأنه وكأنك لابد أن تدفع ثمنا باهظا لحب الجمهور للخطيب واقعة شهيرة حين طلب أن يكون هو والكابتن فاروق جعفر ربنا يدي له الصحة كمان يبقوا مسؤولين عن منتخب مصر في زمن كابتن سامير زهر رحمة الله يعني في التسعينيات أعتقد الفترة حاجة وتسعين بعد كرول لستة وتسعين وذهبنا للجحيم معه في جنوب أفريقيا وكالعادة حتى الآن الجبلية تقول لك سنقاوم ونصر بعدها فكان دخل كاسر عالم تمانية وتسعين جابوا ارتضى عشان مصر عقدي دون تحمل مسؤوليات ماذا فعل حين علم من أحد الزملاء العرام وكان إبراهيم منيزي كمان هو قريب من اتحاد الكرة ومن كابتن اتصل بيقال له في العرام وقال له طب هشوف يا كابتن احكيت بيجيبه الجهر رحمة الله من سلطنة عمان وسامير زهر وكان بيكلمه بشأن سفرية وطيارة خاصة شوف من بدري عايز يعمل لمنتخب مصري ايه فيعيد سبعة وتمانين الف او تمانية وسبعين الف ويأكد في خطاب هو سبعة وتمانين فيزبت للبشر انه لم يقدم لمصر التي راعته والتي يعيش بحب ودعاء جماهرها وأنه هو المخت لأنه في البداية تحكمت في مشاعر الوطنية دون أن يصل لسيغ حتى تحمل كامل المسئولية وأنه بما أن المسئولية ليست كاملة له هو مسئول عن ما مر لكن هذه الأموال ليست حق أصيل لها فيه حد بقى بيعمل كده لا فيه انا عايز برده اقول انه نتيجة لده نتيجة لده كله هو الانسان بيصنع مستقبله وهو عايش بمعنى ايه اي لعيب بيراعي ربنا زي ما عمل كابتن محمود وناس كتير من جيله بيجد ده على مستوى حب الجماهير على مستوى حب الأعضاء له حب الناس بيرسم مستقبله ازاي يعني هو مش بيبقى مجرد لعب كرة يمر ويمضي وينتهي لا كابتن محمود الخطيب استمر في النادي الآلي في جميع مواقع المسئولية تدرجا يعني بشكل متدرج ده معناه ايه لو انت مش مرتبط بأزاك كيان طوال الوقت بعلاقات قوية وعملك وصورتك الزهنية الخطيب كمان رقميا لم يخود انتخابات حتى في وجود العظيم صلى الله عليه وسلم وكابتن حسن ربنا دي له سحق إلا وخرج بأرقام فلكية وكان يعتبرها حب الناس دي ترجمة طبعا ترجمة فعالية المشاعر اللي الناس بتحساها لإسم كابتن محمود الخطيب اليوم افتكر معاكم انا فاكر بقى اللحظة دي كواز اللحظة اللي قرر فيها الخطيب انه يعتزل الكرة يوم بكت فيه كل جماهير الكرة المصرية صحية فاكر كويس جدا هو شخصيا يمكن كان متأثر جدا لو ممكن تعرضوا لنا اللقطات المباراة اللي أعلم فيها كابتن محمود الخطيب اعتزاله طبعا فيه جماهير كرة ما كانتش مصدقة وفيه ناس كتير جدا حاولت تقنع كابتن محمود الخطيب خدوا بالك السنتين يمكن أو التلاتة اللي قبل اعلانه اعتزال تعرض كابتن محمود الخطيب لكم كبير جدا من الاصابات كان مفترض يعني انه يعني هو اعتزال يعتبر بدري سن سوائر اعتزال هو بعد مباراة الهلال السوداني اللي كانت نهائي افريقيا افريقيا اللام جول اللام ملعب حوالي 17 دي او لا حك اه دي كانت يعتبر اخر مباراة رسمية دي المباراة اللي جا فيها جول برجل الشمال بتاياق لجل الشمال كان حطت رجبة وحواخت حقنتين طبعا دي لقطات من مطش الاعتزال اليوم ده تفتكروا الحالة كانت ايه تفتكروا ردود الافعال على قراره بالاعتزال الصحافة كتبت ايه في اليوم ده على فكرة برضو مش مبالغة ولا مجاملة محمد حسام رحمة الله هو الحكام مش مبالغة ولا مجاملة اعتزال كابتن محمود الخطيب كان من الاشياء او الاخبار المهمة التي برضو احزنت كثير او اغلب مشجعي ومحبي وهي لها ده طبعا في المبارانة في المبارانة فكرة التعويض كمان كانت مليحة عند الناس التعويض على زي القيمة وهذا الفن وهذا الذي يساعدك صعب حتى مع اختياره على ما يوب على الحياة يمكن جاءت اللقطة دي عشان كمان تدي له ها وفعلا كان من امر اللاعبين شوف الخطيب هنا وجايب ايه مش بس المهارة اختار كمان مش هيكة للنادي الاهلي صحيح تمام انت بقى لو شفت المشاهد دي انا عاز اقولك ان انا كنت في السعودية في الماتش ده ماتش الاعتزال طبعا يعني تكلفت اللي هو بيسمونه نقل الجماعي بين جدة والمدينة كنت عندي اصدقاء في المدينة وكانش لسه فيه ديش وكان ممكن تبقى في جدة فتعرف تتفرج على الاريال العادي ده يعني تلقط من مصر وانت بيسم هم سعوديين لكن من جمعية محبي اهلي مصر وبالطبيعة الحل اهلي جدة وقريبهم والد عمهم في جدة خلوهم يسجلولهم على قد ما قدروا من التلفزيون وقولتلهم وانا بقى عندي الباية دفعنا يعني اللي هو المواصلات فيك الناس بسجل عشرات فياتش اسمها بيتا ماكس بيتا ماكس بتاكمدة بتاع شغولنا اه اتكلفت انا بقى الحكاية بقى الناس مشكورين على كده في حاجة اسمها النقل الجماعي زي السوبر جيت ماس وجبنا الماتش وسهرنا عليه للساعة 6 الصبح لانه على بال ما جاء النقل الجماعي ده 11 بالليل وصل للمدينة الساعة خمسة ونص صحيح نبدأ نتفرج الساعة 6 في حب اكتر من كده هم الاسرة السعودية واصحابهم كمان بلاش انا واخبالك وبالتالي لا لحظات يا جماعة لحظات لا يمكن ان ينسا طيب الخطيب حين كان هناك فكرة من سيلعب مهاجبا لمصر في عام تسعيد قتل نفسه تدريبا في استاذ القاهرة لانه ما حبش ان يعلن ان محمود الجهري يفكر رحمة الله عليه او ان هناك من يؤكد ان الخطيب لو استطاع بالتدريب ان يكون موجود ولو خبرة ولو استكمالا لحاجة اسمها الخطيب فهذهب الى كأس العالم اللي ناضل فيها على فكرة اول جهاز شكلة في العام 88 بعد اخفقت بالجملة كان فيه الخطيب وكبتاء بصري رحمة الله وكبتاء عيز عب شافي مع محمود الجهري وبدأ الرجل يعتمد ان دول الاجنحة اللي هتشيل الكرة المصرية بعد الكلام وفي مرة من مرات دكتور جنزوري جاء بكابت محمد سياجي رحمة الله وكابت خطيب وحد تالت عملوا لجنة وقداروا الكرة وبالتالي تخيل بقى ده يحصل فيعني يقتل نفسه تدريب محدش عارف الا بعد ما اخد القرار لا يا جماعة ما ينفعش افوض فرصة على حد وروح كاس العالم لمجرد وجود محمود الخطيب في المنديال اذا كان ليا اذا كان ليا ان انا احاول ان انا اجتهد اشوف الامور من وجهة نظر كابتن محمود الخطيب فكفاني حالة الحب وحالة العيش المشاعر الجريفة دي اللي انا بشوفها في كل مكان وانا بتحرك فيه دي نعمة كبيرة جدا جدا واعتقدش انه حد يتمنى من ربنا نعمة اكتر ولا اهم من فكرة حب الناس لكن احنا كمجتمع اسم كبير زي كابتن محمود الخطيب قيمة وقامة وزيه كتير في مختلف المجالات لابد ان احنا نخافز على القامات دي لابد ان احنا نفهم ونوعي اللي جايين الناس دي نجحت ازاي وضحت ازاي وعملت ايه عشان توصل لليها فيه لابد ان احنا ندفع عنهم من اي محاولات للتشويه لابد ان احنا حتى كمؤسسات دولة ان احنا نوقف في ظهرهم وان احنا نحميهم وان احنا نكبرهم وكل فرصة تيجي عشان نسلط على الضوء على مشوارهم وعلى نجحتهم وعلى اسهماتهم يكون ده بيحصل في كل المجالات مش بس في الرياضة في كل المجالات في فن والثقافة والتاريخ وفي الحضارة وفي العلم قوتنا النعمة في كل المجالات احنا محتاجين ده موروزنا قوتنا النعمة بالضبط زي ما استاذ عصام بيقول طيب كل سنة وطيب عبيبو مرة تانية حب اقولك حاجة اخيرة اتفضل استاذ عصام في مباراة بين منتخب مصر ومنتخب السودان كان فيه زغير ايمن عنيف شوية كسر رجل الخطيب القاصب دي مصين اول بعد ما عمل الجراح اعتقد اول حاجة ألا للإعلام انه لم يكن يقصد الشقيق يعني السودان لم يكن يقصد اجماعة مجرد التحاب حاجة جميلة وحاجة كبيرة انت قلت اهم حاجة ازاي ده نصدره الصورة الزهنية لشبابنا صحيح طيب هنتكلم اكتر طبعا على انجاز النادي الاهلي الاخير ونتكلم على فرحة جمهور الاهلي ببطولة السوبر والاهم كمان نتكلم على اللي جاي هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مع ديوفي واستاذ جمال الزهيري واستاذ عصام شلتوت في السادسة بعد فاطر انا يعني ما زلت عند رأي ما تغيرش بطولة السوبر بالنسبالي ما هيش بطولة مهمة يعني بفرح انه الاهلي جاب بطولة بفرح انه في خانة ارقام البطولات زاد رقب شيء لطيف جدا لكن انا بفرح اكتر في بطولة زي بطولة لقب زي لقب دوري أبطال لقب زي بطولة الدوري لقب زي ميداليا في كاس علام الأندية دي بتبقى فرحة بجد احساس بانجاز بجد لكن ليه فرحة فرحتي المرة دي زيادة شوية يعني زي كل الجماهير فرحة بالنسبالي يبتدى الموسم ببطولة لكن الحتة الزيادة دي جاية من انه كل اللي اتكلمنا فيه معاكم هنا في سادسة وعلى شاشة الاهلي عموما في كل البرامج وابتدنا به الموسم واجهنا به حملات تشكيك عنيفة جدا في اختيار ادارة الاهلي لمارسيل كولر كمدير فني وناس كتير جدا في من جهبزة التحليل وخبراء الستوديوهات التحليلية قالوا انه الاهلي يعني ما جابش حد عظيم او ما جابش حد قدر انه يصخح مصار النادي الاهلي بعد موسم محقاش فيه لقب وقالوا انه رجل جاي من بيته ورجل ما عندوش كرة وبعيد عن الملاعب وتشكيك في اسماء السكوات بتاعت النادي الاهلي والاهلي بقى فرقة فضية والاهلي نجوم انتهت وصفقات الاهلي مضروبة وصفقات الاهلي قليلة ويتلق كل حملات التشكيك دي عشان تشتغل فيها وتبتدي تحقق انجاز او تحقق نجاح اعتقد ده يخلي قيمة كاس السوبر الرقم 12 في تاريخ النادي الاهلي لها قيمة كبيرة جد تتويج طبعا الاهلي بالسوبر في مواجد غريم التقليدي دي طبعا قدت برضو شوية كده يعني حتة زيادة كده يعني للاهلوية طبعا اي مباراة اهلي وزيبالك بيبقى لها قصة خاصة بيها بتشوفوا ازاي أستاذ جمال وبتشوف مكاسب الاهلي ايه عموما يعني من تحقي اللقب ده في بداية المصر شوفوا طبعا اول حاجة الف مبروك للنادي الاهلي ولعيبة النادي الاهلي جميعا وللإدارة وللجهاز الفني الكولر طبعا طبعا وانا لا بالعكس ده انا فرحان قوي اكتر مش بقى عشان البطولة بس عشان البطولة دي جاية للراجل ده للكولر ده بالذات عشان ترد على كل التجريح اللي هو تعرض له ثانيا عشان توفر اجواء مختلفة انت لما تكسب بطولة سيد احمد يعني تشتغل وانت كسبان غير وانت خسران في بداية الموسم فالراجل من يوم ما جاء مصر يعني بعد تعرف امو بغزب اتكلامك ده كولرد لو كان خسر مطش السوكر كان حجم الهجوم والانتقادات على الفريق وعلى الجهاز الفني انا عارف والله ان في ناس كانت مجاهزة اسوأ ما يمكن ان يقال في هذا المدرب الحقيقة هو من يوم ما وصل وهو ما بيسمعش كلام حد يعني ما بيستمعش للانتقادات اللي هي التجريحية يعني هو شغال من اول لحظة واحلى حاجة عملها من اول ما جاء طبعا انه رجع نظام اليوم الكامل انه لعيبة النادي الاهلي كانوا محتاجين في هذه الفترة انه هم يعودوا للتركيز مرة اخرى تبقى كرة القدم هي كل حياتهم ما عندوش حاجة تاني ورجعين من فترة راحة اللي هي اللي تم منحها ليهم في نهاية قبل الموسم ما ينتهي دي برضو كانت مهمة جدا لانه احنا شفنا منظر كل لعيبة النادي الاهلي عاملين ازاي ابتدوا كلهم يستعيدوا الراونق بتاعهم تاني ليه لانه انت النهاردة كنادي منافس او بيسعى دائما للبطولات اما تيجي تفكر تجيب لعيب من خارجه من خارج النادي عندك هتجيب مين احسن من اللي موجودين دلوقتي يعني انت لو اخدتهم فرضا فرضا كده في كل مراكزهم مش هتلاقي فيه افضل هي المسألة مش ان انت تغير وتجيب لعيبة والكلام دو انت محتاج صفقات معينة ولو شاهدتي مش مجروحة شوف الاهلي بيمتلك الافضل على مستوى رس البرمة افضل واقوى خطة فاع في افريقيا افضل واقوى خطة نص في افريقيا واحد من افضل خط يعني خطوط الهجوم على مستوى هو عمل حاجة بس مهمة جدا خلال الفترة القليلة اللي هو عادة دي السيد السام اللي هي يعني اعادة التنظيم الدفاعي في النادي الاهلي فريق النادي الاهلي الى سابق عهده يعني مثلا انا اعتبر محمود متولي عودته بهذا صفقة جديدة صفقة جديدة جدا وقوي جدا وخبالك ومستوى ثابت جدا ما شاء الله عليه ومحمد عبد المنعم طبعا عبد المنعم يعتبر صفقة يعني ده اول مسم كامل يبدأ في عبد المنعم بس شاءتك ليس مجروحة شاءتك عادية جدا سيد جمال هيأكد لك ده بكل الشارع يوافي لا واكرم توفيق مثلا ما شاء الله عليه ربنا يحميه مصمار في المكان ده يعني هو محدش عادة منه في الماتشاط اللي هو لعبها كلها دلوقتي ده لسه خمس ماتشاط يعني راجع من ثمن شهور تقريبا ملمس الكرة سيبقى عندك مين أحلى من حمدي فاتحي عمر السولية آلي وديانج تظهر كمان طالب معهم كوكا وطالب معهم اسمه محمد كريم فاخري عندك عندك ولو محمد محمود جازة دي كمان رجل بيال عمدي فندر بس عنده كرة شوية يقدر يمشي لقدام لأ في وبرضه هو عمل شغل كويس في الشق الهجومي يعني عنده زي ما قلت أنت سوز عمد ثلاثة هم أفضل ثلاث مواجمين حاليا في مصر نقدر نقول ده شادي وحسام حسن ومحمد شريف جايين يعني يعني برضو خلي يناير هو أفضل حاجة عملت أنه تم تأجير الصفقات يناير يشوف الفرقة كاملة على أرضية الملعب وفي المنافسة ويشوف هو محتاج بجد على الطبيعة فأنا بقول أن الفوز ده طبعا مهم جدا عشان يخرس الألسانة رقم واحد يخرس الألسانة اللي هي فيه بعض الناس أحيانا بيتصوروا أو قالوا كده رغم أن النادي قال الموسم اللي فات بس كان واخد بطولات أفريقيا اثنين واثنين سوبر أفريقي وثلاثة برونز في كاس العالم ومع ذلك بعض الألسانة اللعبة على الدرع بس الدرع غاية موسيومين عايز أقول ده كان مهم قوي لإعادة التوازن في الكلام بقى ما حدش يزود بقى يعني ستوب كده الأهل يرجع هو مش حدش ستوب على رأي أيمان الكاشف العاو جاي هو عام الحج انت عارف يا سلمال أقولك حاجة مهمة طول ما فيه هذا الإنجاز في المؤسسة الحمراء مش بس الفريق الكروي انت بتعمل فروعة انت في عثرة اقتصادية عالمية اعترف بها انا بقول لحضراتك هؤمن السادسة قريبا يبقى فيه بريزنتيشن لمشروع استاد النادي الأهل بشركات تلاتة متنفسة على مسؤولية الكلام ده ازاي بقى الجران الفشلة يسبوك دولوا وحديهم غير بقى البعض اللي بيصدر لجمهوره ان العو على رأيك نشالنا نشالنا ايه عام تشتغلوا وتسبقوا ده معنوش مانع يعني هوا معنوش مانع ان المنافسة تبقى طيبة ومحترفة وبالتالي نظيفة يعني وإحنا يعني تهالي برضو ان واحد من المكاسب استاذ عصام انه انت في بداية موسم ومع جهاز فني جديد وجزء طبعا مرتبط يعني حالة التواهج اللي كان بيكلم عليها استاذ جمال صفاقات صفاقتك الجديدة عرغم من هي وإحنا اتكلمنا فقبل الموسم يبدأ انه الاهلي بيدور على فكرة الكواليتي فكرة انك لما تجيب لعيب يبقى لعيب اضافة يبقى لعيب يصنع الفارق فانت بتشوف من اول موسم برونو سافيو حتى قبل ماتش السوبر والله الناس بتتكلم على انه لعيب مقدمات الراجل حتى الان لازال بيقول باكتشف لعب يعني مش جاي من الفريق هو كان بيدرب وهو بيلعب ناحية الشمال زي ما كلنا شفناه مع فريق البوليفيو وبالتالي هو عمال يكتشف هو عايز لعيب ابو ثلاث مهمت او صحيح عايز لعيب مهمة واحدة العشرة اتنشر دي اللي لعب من ناحية الشمال يقول لك الراجل هيعمل بسافيو بعد شوية وهو جرب الصفقة الجديدة تاو لا وهو جرب سافيو يمين وشمال وتحت رأس الحرب اخونا افشا فيبع عنده حد اللي بيمسك الكرة وقد بدأ تايد دور في الصبر بيز الافشا فودى الراجل الشمال شف بقى عبدالقادر كمان شف تاو الصفقة الجديدة عدتش عن يعود تاو الاسم الكبير اللي محدش عايز يسدق لأ ده راجل لعب في الدور الانجليزي راجل مسكنا هنا في 2019 قطعنا وخرجنا من دور المجموعات لأول مرة في أمم أفراقية 2019 تفكرنا ليه بالقصة دي اما كفاية انجلترنا يعني كفاية نولعب في انجلترا وميزيكا ازم تجيب لنا أمم أفراقية وخرجنا ايه اللعيب دا يعني على لعيب الناس شافته لأنه بص أجمل حاجة النادل قال ما بيدورش وراه يعني بيمشي لقدامه واللي في الخلفية بقى يحضفه طوب عايزين يحصلوني ومال لا وواضح كمان انه يعني استكمال الكلام حضرتك صنبي انه انه كمان اللعيبة في حالة منافسة بين يعني السنة اللي فاتت كنت كل مطش مش مكمل يعني مش عارفت تكمل بتدور على لعيبة تسدي بها مش عارفت لكن اصلا اقول السنة انت بتبتدي موسم طبيعي فتلة اعداد طبيعية لعيبة واخدراحة كل مركز عندك فيه اسمه اثنين وثلاثة جاهز فده كمان بيين على شكل اللعيب اللي بيعمله اي مدرب كبير لما يروح فرقة كبيرة انه بيخلق في المراكز اكتر من اللعب يتنفسوا عشان يبقى زي يوم النتيجة كده اول حداشر يسمعها اسمهم يبقوا سعدة والباقيين برضو عارفين ان ليهم دور واللي بعديهم عارف انه لو جات له الفرصة مش هيسيب حد هنا يرتاح المدير الفني اللي ماسك فريق مصنف وبالتالي كل عهود الاهلي كانت على هذه الشكلة عندك بدل احتياط استراتيجي يعني بالواجه السياسة خلينا نقول يعني ايه احتياط استراتيجي يعني شيء موجود عندك يسد كون ما خزنك جاهزة لأي نقص وبالتالي الراجل ماشي في سكة انا معك طبعا الرجل يحضر لصفقتين بدأت تباني قدامه الامور مش لقلة وجودهم لا كواليتي اخر لكنه عمال يدي اللعيبة فرص ده الاسبوع السابع جماعة شفنا ثلاث تركات في الفولات مع اي حد تاني كانوا يحتاجوا خمس ست شهور طب ايه اللي خلها هو شخصين اشد بده يا اوه قال انه انه المجموعة اللي معاه قادرة تستوعب او تتعامل بشكل اسرع مما كان هو متوقع خلى المترجم يأهدها للاخوة الزمل هناك في المؤتمر الصحفي ليه لانه فعلا في ستة اسابيع عمل شغل كان ممكن محتاج من ثلاث لأربع شهور حسب الخبراء يعني وبالتالي ده يعني ان هناك جديد انا بقول لحضرتك كما كان فايز يا سيد جمال المدربين اللي كانوا بيجي طواء ومانو اللي بيطواروا كرة السيد احمد مش في ناد الأعلي بس بيجوا بجديد يلاقي مدربين مصريين وغيرهم عايزين يشوفوا ايه الجديد اللي معاهم طيب خلينا نقول انه الدفعة المعنوية اللي احنا كنا مستنينها وبنراهن عليها بسبب توقيت ماتش السوبر ووجدت عندنا موسم حافل في عندنا بطولة الكاس القديمة التي لم تكتمل بعد عندنا بطولة كاس ربطة طبعا عندنا بطولة الدوري كاس جديدة كاس جديدة الله اعلم انا مش عارف يعني هنفضل كل سنة نعب كاس قديم وكاس جديد كل سنة كاسين وكاس ربطة كل سنة كل سنة ثلاث كوز كاس ربطة وكاس قديم وكاس جديدة بس في النهاية عندنا موسم ابتدى بداية إيجابية جدا ازاي نبني عليها وهنا عشان اروح معاك والأهل عنده مطسو ان شاء الله يوم الأربع قبل ما تتوقف المسابقة مع الداخلية ازاي شايفين بداية مسابقة الدوري وهل في بوادر رأيتكم يعني لشكل المسابقة في بوادر بتقول انه المسابقة السنة اكتر انضباطا واكتر عدالة واكتر تكافؤ فرص من النسخ اللي سابقت من الدوري أستاذ جمال بص حديثك ونعندنا احنا ابناء اسبوعين يعني ظهر فيه جولتين وفي جولة ثالثة يعني النهاردة طبعا طبعا البداية نتمنىها نتمنى المسابقة هذا الموسم اكثر انتظاما ليه بقى انا بقول ليه كده هو في محاولات من ربطة الاندية المحترفة ان هي تظبط ده من ساعة ما تولت المسئولية الموسم اللي فات يعني لكن برضو حنفضل عايزين نوصل لمرحلة انه مفيش اي تعديلات طبعا المرة دي فاتت عليهم موضوع مؤتمر المناخ قمة المناخ ما انه مش مفاجئ وده كان لازم يؤخذ في الاعتوار زي الاجندة الافريقية احداث ببلادك ولذلك يجب على طول انه يبقى فيه تنسيق بين ربطة الاندية وبين الجهات المسئولة والامن والكلام ده عشان نبقى وصلين لأكتر قدر من الالتزام والانتزام اللي تتبرها ممكن تبقى هنكتسبها مع الوقت يعني هم حددوا البداية والنهاية مضبوط شوية بقى في النص بيبقى فيه ايه شوية هفوات فيش مشكلة المهم بقى كمان اللي هي مسألة المنافسة نفسها توفر لها كل مقاومات النجاح وفي مقدمتها التحكيم تحكيم يجب أن يبذل جهد جبير جدا يا أستاذ أحمد فيه ضبطه ضبط الإقاع طول ما عندك فار المفروض أن أنت الأخطاء ما تبقى شهر وإحنا الفار ده يعني أول ما قالوا أنه أنا فاكر كويس جيد الحلقة اللي قلت فيها خبر أنه هيتم تطبيق الفار في مصر كنت متوقع أنه يبقى فيه انفراجة إحنا هتحلت عندنا أزمة جبيرة جدا وخلاص ملف التحكيم ده مش بقى فيه مشكلات فاكتشفنا أنه الفار عمل تسليط ضوء على مشكلات التحكيم وعلى أزمات التحكيم وعلى قرارات الحكام في مصر وبدل ما يبقى وسيلة تساعد الحكم أنه يقوم بمهمته على أكمل وجه بقى وسيلة لكشف أخطاء الحكام وبالتالي بقى فيه دايما مشكلات السنة اللي فاتت بالنسبة أستاذ جمال السنة اللي فاتت يعني أكبر أو أكتر سنة عدد كبير جدا من الأندية المصرية وكان بقى الأندية اللي بتنفس بس على البطولة وكان مكتبا على مستوى الأندية الدورية كلها أكبر عدد من الأندية اشتكت من منظومة التحكيم نقول مش عايزين اللي حصل السنة اللي فاتت يتكرر السنة لازم بأي شكل من الأشكال وحتى لو فيه أخطاء لجنة الحكام تأكدت من وجودها في ممارسة بعض الحكام لازم يبقى فيه موقف مع الحكام دول من غير ما نعرف فيه تصنيفة في المعالجة كما البتر والعلاج بمعنى لا فيه عاجات حكام عملوها الحياة لا يستحقوا الوجود لا يستحقوا لا يستحقوا الاستكمال بقى مش هنهزر عملها بدل مرة استبعاد دلازم مستبعد فإيه رأس والزق بالطار هتنجي به بقية العيلة الولد اللي شهد مننا ده أبو يقول لأنت ابنى على عرفك فالبقية الولاد يروحوا المدرسة واللي بيشتغل فارشة عم حسن يبقى صنايا ما يحاولش يبقى زي الوقت اللباس ده وخلصنا البقية عايز تديهم دروس وتوديهم السنتر والكلام ده محب جايبين أهم الحاج كلاتنبرج لكن كلاتنبرج بالمصري وندفع من فلوس مصر وكرة سلعة مكلفة أنا ما عنديش مشكلة بس يا ربي يدوله ربعمائة ألف بس يخلق تحكيم لأن لو تخلق تحكيم وأرضية سليمة الكرة سيبقى عاثت الدوري بالتنين مليار جنيه الموسم الجاي نظبط أنا عارف أنا أقول لحضراتكم إيه وبالتالي يا سلعة مكلفة تدر أرباح كبيرة عملنا أقول لهم زي درس الجغرافيا أوه لكن ما تشحططناش وراكم وتجيب لأبو العيلي ومش عارف مين هم هم وبس العمدة بقى أجنبي إزاي يعني ويطلع يجيب الصندوق السود عشان يعرضه فيقول لك الراجل ده كان لازم يضطرد طب ما تقول لنا الغلطة مين على ماتش سيراميكا والزمالك قصة محمد معروف أنا أكلم بقى على شرحه هو أنا محدش برضو يداية والله حتى البرتغالي اللي كان في ماتش السوبر يا فلم ده ما فيش ده ما جايش الأمل الوحيد إنهم قالوا إنه كان فيه طاقم إماراتي ولأن الحكاية مش نقصة نخسر الناس بتحتفي معنا بخمسين سنة وأنا كنت الحمد لله كتبت ده وقلت الخطيب عليه مسؤولية تجاه شعب عظيم بقى وبالتالي قال لك ده الرجل اللحق فقال لهم أنا بيني وبينهم علاقات شخصية اللي هو بالأسماء واحد بلغاري والتاني من العتبة والتالت من كبرى عبود قالوا تعالى ناشي يا عم كبرى عبود في البرتغالي لكن بعد كده بقى ما اسمه كبرى أبوتش يعني يعني أنت في الآخر بقى قلنا هنصلح ولا مش هنصلح لكن أنت تقعد تقول لنا كلام وبعد كده ما نحناش عارفين السيستم ده يتعدل لا هذا السيستم وهو الأمل الأكثر يعني جدوى في إصلاح الكرة المصري قال لك كل تلاتة يتجمعوا للأتراض بـ 20 ألف جنيه طب في متوشة كان فيها أربعة والأربعة بقى يبقى أوفر تاني ما يتحسبوش ولا أنت بتحط القاعدة ليه يا عم ما تحطهاش أحسن لكن لو حطتها طبقها تيجي على مين ما لكش دعوة تخلي عندكو عم ألوان ما لكش دعوة بحد معاك بهجة وصناعة أمن قومي حاجة رائعة دورها بقى ودورانها ما أسهله الناس اتفرجت على ماتش الأهل والزمالك كل الناس بتقول إيه الروعة دي وإحنا بقى أولالات يعني الكارنفلات وأولالات النظام لا أبدا شوف أهلينا في الإمارات لما يقولوا والله أنت زبقين في المئة من اللي بيشتغلون معنا مصريين لكن أنت في آخر يعني ليه كده ليه كده زي ما بتصنع بقى لنفسك والبلد دي عندنا قدرة عندنا قدرة عندنا قدرتنا وإحنا مش أمثلة ونمزج كتير لما نحب يا أستاذ يا صاح أنا بقولك يعني لما بيكون بتختار أهل الشغلانة وتسند إليهم المسئولية بيعملوا الشغل مظبوط وإحنا مش أول مرة إحنا أكتر الدول العربية اللي نظمت بطولات كبرى على فكرة يعني عايز بقى أقول قبل ما تقفل إن شكلك كده بتقفل معنا أنا أقول حاجة واحدة أنا عايز بقى من الحاجات الجديدة في الموسم ده أتمنى إن النادي الآلي لعبتنا من البداية يعرفوا إن كل نقطة حضيع ممكن تتعبوا فمن البداية كده من بداية ماتش الداخلية صحية يعني لا واضح إن دي مدرسة كولر برضو أيوة يعني واضح قوي أن الرجل بيحكر في كل مباراة أنا عايزهم يبقوا بخلا جدا إن شاء الله بإذن الله في أي نوقة تضيع إن شاء الله لغاية ما يبقى فيه فرق وعايز تضيع شوية براحتك بقى لكن الأول لازم حوش الأول الأول تحوش لا إن شاء الله بالزرق ما أعتقدش أنه مش هيبقى فيه فرقية التفريد في النخص السريدي إن شاء الله وشكل الفرقة واستعدادها وبدايتها ومستوى لعبتها في بداية الموسم بيقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله موسم طبيعي إحنا كنا منتظرين موسم طبيعي مش استثناء على بك عشان كده ده شكل الموسم الطبيعي لازم تقول في السوبر إنه كانت البطولة الأهم مش أقول الأعظم للنادي الأهلي في مفترق طرق كان فيه ناس كتير قوي بتفكر إن الأهلي في نيتو الأهلي مش ده خالص يا جماعة والرد عملي دايما وفي الملعب ويبقى الحقيقة مهم جدا واحدة من الدروس شوف نصرة من عند ربنا وبرضو المركاتو يعني شوف على الرغم إنه ناس كتير جدا كانت شايفة أمه توهمة إنه المركاتو الناجح مرتبط بفكرة عدد الصفقات إحنا بنتكلم على أندية عمل الصفقات السندي ومنهم الزمالك أعتقد الزمالك عامل 8 أو 9 أو 10 لعيبة الإسماعيلي الأسوان المصري الاتحاد كل سول انتقالات السندي كانت أرقام كبيرة جدا والأهلي يبقى أقل عدد صفقات في موسم الانتقالات الصيفية وقد كان شوفنا الفارق دي الصفقات اللي إحنا كنا نتكلم عليها دي الأسماء اللي تصنع الفارق كريم فؤاد كريم فؤاد طبعا طبعا طوظيف مالغول اللي انتو سننفتهم انت هو أحمد دي الصفقات اللي إده صفقات الداخل يعني انه كمان كولر بموظفه بطريقة أكثر من رائع أنا بقول لحضرتك ان كريم فؤاد مش هيبقى أخره انه يلعب عند الجناع اليمين أو لا كل مرة الرجل ده يحتاج مهمة خاصة بدأ يعرف ان كريم هيعرف يعمل ده ماشاء الله عليه وعندنا جاكر كتير حمدي فتحي جاكر أكرم توفيق حدثوا على حرج صحيح لا ماشاء الله كلها تعدى صفقات صحيح نورتونا بشكركم شكرا جزيلا أسازتنا طبعا أستاذ عصام شالتوت وأستاذ جمال الزهيري شرحتونا ونورتونا نفسه لسا ومرة تانية مبروك وإن شاء الله بإذن الله كل لقاء نبقى نحتفل بلقب وبطولة جديدة للنادي الأهل طبعا حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا وزي ما بدأتها بتهنئة الكابتن محمود الخطيب لازم يختمها وأقول كل سنة وانت طيب يا خطيب كل سنة وأيامك كلها سعادة وأيامك كلها نجاح وأيامك كلها صحة كل سنة وانت طيب يا بيبو ترجمة نانسي قنقر